فقرة موضوع النقاش مرحبا بالملتحقين بنا لطالما اقترنا اسم الصين بصفة أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لكن هذه الصفة التي لزمتها على مدى عقود قد تصبح جزءا من الماضي مع التغيرات الهائلة التي طرأت على طبيعتها الديمغرافية بما ينطوي ذلك على تدعية جسيمة فللمرة الأولى منذ ستين عاما انكمش عدد السكان الصين في عام 2022 حسب ما أعلن المكتب الوطني للإحصاف في البلاد أي أن عدد الوفايات فاق عدد الموليد وجاءت هذه الأرقام مغيرة للتوقعات التي قالت أن عدد السكان سيبدأ في الانكماش في عام 2020 فإلى أي مدى قد يؤدي هذا الانكماش السكاني لتهديد الاستقرار الاقتصادي الصيني وهل يمكن لتأثير ذلك على الاقتصاد الصيني أن يتسع وينعكس على الاقتصاد العالمي وقبل هذا وذاك أي علاقة بين النمو الديمغرافي والتغير في تركيبته بالنمو الاقتصادي عامة هذه الأسئلة وأخرى نناقشها مع ضيفنا من لندن الدكتور محمد صالح الفتيح باحث اقتصادي وسياسي يلتحق بنا عبر سكايب الآن بداية دكتور مرحبا بك أهلا بك أهلا وسهلا إذن على حسب هذه المعطيات الأخيرة المتعلقة بتعداد السكان في الصين يبدو أو يبدي الكثير من المحللين قلقا فيما تعلق بتأثير ذلك على النمو الاقتصادي فهل قلقهم في محله دكتور في الحقيقة قلقهم في محله هناك ترقب منذ عدة سنوات لمسار النمو السكان في الصين كان هناك في البداية توقعات أن النمو السكان الصيني سيبدأ بالتراجع أو سيصل الذروة ثم يبدأ بالتراجع اعتبار من العام 2032 عدلت هذه التقديرات في العام الماضي لكن يبدو أنها تقديرات بقيت متفائلة في ظل ما يحصل الآن عدد سكان الصين حاليا حسب أكل حصاءات 1417 مليونا هذا يعني انكماشا من ناحية ويعني أيضا أن الهند باتت أكبر دولة في العالم حيث بلغت سكانها 1426 مليون بمعنى أن الهند متقدمة بتسعة ملايين نسمة ويضا الهند قد حققت معدلات زيادة سكانية متناغمة خلال السنوات الثلاثة الماضية بمعدل عشرة ملايين نسمة كل عام هذا التغيير عندما نتحدث عن الصين تحديدا الصين هي أكبر اقتصاد في العالم وحجم الاقتصاد الصيني يؤثر على مجمل الاقتصاد العالم بمعنى أن فتت وباء فيروس كورونا التي أغلقت فيها خلال السلطات الصينية البلاد وعزلتها من العالم أثرت على النمو الاقتصادي في البلدان محيطة بمعنى أن الصين ليست فقط بلدا منتجا أو مصدرا للبضاعة والتقنيات للدول الأخرى لكنها أيضا بلد يستورد معدلات الاستهلاك في الصين عندما تتراجع نتيجة الإغلاق أثر ذلك على الدول المحيطة بها وأثر أيضا على مجمل الاقتصاد العالم هي تأثيرات صغيرة بطبيعة الحال لكنها تأثيرات تراكمية وتؤثر على القرارات الاستثمارية للشركات وعلى توجهات الدول بمجمل حول اتفاقيات تجارة الحرة وما شابه أيضا تؤثر على توجهات حكومة الصينية نفسها عندما نتحدث عن بدء الانكماش السكاني وهذا يعني أيضا تغييرا في الهرم الديمقرافي زيادة الشرائح السكانية الشائخة مقابل تراجع عدد الولادات وراجع نسبة الفتية من السكان نعم عفوا في هذه النقطة بالضبط للتوضيح أكثر إذن المشكل في هذا التراجع لتعداد السكن ليس في العدد بل هو في التركيبة بالأساس طبعا طبعا فلنستذكر أن الصين حققت نموها الاقتصادي خلال العقود الأربع الماضية بدأ من العام 1979 عندما أعلنت عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الأربع الذي يهدف لتحويل الصين إلى قطب الاستقاط الاستثمارات الخارج ونقل المصانع من الدول الغربية والدول الأسيوية المتقدمة اليابان وكوريا الجنوبية نقل هذه المصانع على الصين استفادة من اليد العاملة المنخفضة التكلفة واليد العاملة الوفيرة لكن الآن عندما تحدثت عن تراجع نسبة الولادات تزايد نسبة شائخة من السكان هذا يعني أن قدرة الصين على لعب هذا الدور تقلصت بشكل كبير لصالح الدول المجاور تحديدا الهند وأيضا اندونيسيا لكن هذا يعني أيضا أن الحكومة الصينية مجبرة على تسريع خطة تغيير الاقتصادي لديها الصين تمتلك أحد أدنى سن التقاعد في العالم هو سن 60 عاما مع استثناءات للنساء هي 55 عاما هذا السن التقاعد الموجود من العام 1951 لم يتغير بالرغم من أن ما يعرف بيسم مأمول العمر أو السن المتوقع عند الولادة قد تغير أو قد ازداد بشكل كبير خلال السمات الماضية في العام 1979 كان هذا السن 60 عاما فقط ارتفع أفا 63 عاما ارتفع إلى أعتقد 70 عاما في مطلع الألفية وفي العام 2022 تحول إلى 78 عاما معنى سن التقاعد عند الستين السن المتوقع 78 عاما هذا يعني الحكومة الصينية مجبرة على تحمل عباء تقاعدية هائلة عباء رعاية صحية هائلة للفئة الشائخة من سكانها كما يحصل في اليابان سبيل المثال هذا يجب الحكومة الصينية على تغيير توجه الاقتصاد لديها من التركيز على الصناعة للتركيز على الخدمات والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية هذا طبعا ما تمر به الصين حاليا مرت به دول كثيرة أخرى سابقا سواء الدول الغربية الولايات المتحدة اليابان لكن تلك الدول تختلف عن الصين بكونها منفتحة وتشجع حركة الهجرة إليها هذا غير موجود في حالة صين اعتبارات معقدة من الديمغرافي الداخلي من التركيب العرقية منها الاستقرار السياسي وطبيعة تضام حكم بالتالي الحكومة الصينية مضطرة لأن تضاعف الجهود بمعنى أن دولة مثل الولايات المتحدة تستطيع فتح الحدود استقبال المهاجرين من المكسيك أو من أمريكا اللاتينية دولة مثل ألمانيا تستطيع استقبال المهاجرين من دول أوروبا الشرقية أو حتى من الشرق الأوسط وهذا سمح لها بالحفاظ على استقرار سكاني ألمانيا في نهاية الحرب الباردة وعندها توحيد الألمانياتين كان عاد سكان 82 مليون نسمة في العام الماضي سكانها أيضا 82 مليون نسمة خلال 30 عاما لم يحصل زيادة حقيقية لكن عوضت ألمانيا تناقص فعلا السكان عبر استقبال المهاجرين منهم حوالي مليون لاجئ سوري خلال سنوات الخمسة الماضية حوالي 300 ألف لاجئ أوكراني خلال عام الماضي طبعا ملايين قدم من أوروبا الشرقية خلال توسع اتحاد أوروبي لكن هل تستيار الصين القيام بشيء مشابه هذا يبدو معقد ستضطر لأن تغير نظام العمل لديها تركيبة القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية بشكل أسرع من غيرها سؤال آخر في السياق مدامة هذه التغيرات قد تؤثر على النمو الاقتصادي الصيني هل تشكل ربما تهديدا للصين فيما تعلق بنموها الاقتصادي ليتجاوز حجم اقتصاد أمريكا طبعا لكن هذا العام ليس للوحدة هو يتضافر مع وامل أخرى تغير من طبيعة العلاقات التجارية الدولية لاحظنا في السنوات القليلة الأخيرة كيف تغير موقف الولايات المتحدة والدول الغربية من الصين وبذات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالضغط على الصين لتغيير لعدة التوازن لعلاقات تجارية بين البلدين إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لجأت لتشجيع الشركات الأمريكية على نقل مصانعها من الصين مرة أخرى إلى ولاية المتحدة في تسعينات القرن الماضي كانت إدارة الرئيس بيل كلينتون تشجع الشركات على الانتقال للصين للاستفادة من رخص اليد العامة الصينية لكن دجية التطورات السياسية في السنوات القليلة الأخيرة لم يعد هناك هذه النظرة الواثقة أو المتفائلة في العلاقات مع الصين لذلك تقوم هذه الشركات الأمريكية بنقل مصانعها بشكل سريع للولايات المتحدة لكن الآن مع علان الصين أو مع التوقع من أن تقوم الصين بتسريع تغيير نظامها الاقتصادي للتركيز على قطاع الخدمات هذا سيضغط على الشركات الأمريكية والشركات الغربية عموما لنقل مصانع باعتبار أنه لن يكون هناك اليد العاملة الوافر المتوقع هذا سيضعف أيضا قدرة الصين على الحفاظ على الموقع الاقتصادي لن تتراجع بشكل كبير بطبيعة الحال لكن التوقع السابق وأنها ستتفوق أو ستأخذ محل الولايات المتحدة كأكواة تصادف العالم خلال عشر سنوات من الآن بحاجة لعادة المراجعة والنظر إلى طبعا في انتظار ما ستعلنه من خطات تصادية جريدة خصوصا سن التقاعد وأيضا ما ينتج عن ذلك بطبيعة الحال من ارتدادات لا يمكن تغيير سن التقاعد بدون المساس أيضا بنظام الرعاية الصحية وبدون مساس بنظام رعاية الأطفال نعم طيب تحدثنا ربما عن المفارقة أو المقارنة بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي ماذا عن الاقتصاد العالمي الآن هل سيكون لهذا التراجع في عدد السكان وأثر على الاقتصاد الصيني ارتدادات على الاقتصاد العالمي بحكم أن الصين هي ثاني قوة اقتصادية عالمية هناك ارتدادات متنوعة يعني بداية هناك التغير في موقع الصين من ناحية كونها قوة منتجة ستتغير تدريجين خلال سنوات قليلة المقبلة بأسرع من المتوقع لأن تصبح قوة مستهلكة هذا ما حصل أيضا مع الولايات المتحدة مع الدول الاستعمارية الأوروبية في السابق وحتى مع الدول مثل اليابان كوريا الجنوبية زارت حاجتها للإستيراد زارت حاجتها للاعتمد على الدول الأخرى بسبب تراجع اليد العاملة لديها لكن في حالة الصين لا يمكن تستفيد الدول الغربية دول الجنوب آسيا من علاقات مستقرة ضمن النظام العالم الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية لكن الصين تأخذ موقفا مختلفا هي أكثر انعزالا لا تريد الاعتماد على دول معينة وهذا سيتضافر الوضع السياسي المعقد مع الظروف الداخلية ومجمل التحالفات كيف ستقارب قيادة الصينية هذه التغييرات لا يوجد حديث صريح حول هذا الملف لأنه حساس كما ذكرت أي تغيير في سن التقاعد أي تغيير في طبيعة القطاعات الخدمية ليس بالتغيير السهل ولا يوجد نقاش حاليا حوله خصوصا أن الصين لا تزال تركز على مسألة أزمة وباء فيروس كورونا التي أدت لإغلاق البلاد لثلاث سنوات وأعتقدنا إغلاق البلاد لثلاث سنوات وإيقاف تراجع الحركة السكانية من الرياف للمدن سهم بتسريع الخفاض السكاني وهذا ظهرت عديد من المقالات منذ حوالي الأسبوعين هو ما أكد أن المخاوف كانت في محلها من حيث تراجع عدد حالات الزواج تراجع حالات الإنجاب وبروز قلق أو تشام حول المستقبل الاقتصادي للصين ويؤثر على خيارات الشباب نعم مفارقة يعني غريبة في نفس التوقيت كنا نتحدث قبل هذا الخبر عن ارتفاع عدد سكان العالم وما سيشكله ذلك من ربما تحديات للحكومات ليأتي الخبر المتعلق بتراجع عدد سكان في الصين وما له من انعكاسات على النمو الاقتصادي يبدو أن النمو الديموغرافي مهم جدا في بعض الدول ولبعض الدول والحكومات وليس هو بالأساس تحدي فيما تعلق بطبعا توفير بعض المستلزمات لهم وهذا ما تبين من خلال حالة الصين فما هي العلاقة ما بين النمو الديموغرافي والنمو الاقتصادي للدول حتى نختم هذا الحديث وطبعا من خلال كل مطايات التي قدمت يتبين الكثير من الأهمية لهذه العلاقة تميز الصين أو تختلف الصين عن غيرها من الدول التي تنتصادات الكبرى بأنها تمثلك احتياطيا منخفضا من الموارد الطبيعية لما في ذلك من المياه والأراضي الصالح للزراع حصة الفرد في الصين من المياه والأراضي الصالح للزراع ومن الخامات الأولية هي أقل بكثير من المتوسط العالمي وأقل بكثير مما هي في الدول الغربية ومن بعض الدول المحيطة بالصين خصوصا الهند وإندونيسيا هذا يجبر الصين تاريخيا نجبر على أن تكون تركز على الصناع وعلى زراع المحل يقدر الإمكان لتحقيق فائد اقتصادي يسمح لها بتوميل الاستيراد نتذكر في الأشهر القليل الماضي عندما بدأ الحديث أن الصين ستنيح حالة الإغلاق الاقتصادي وتعود للانفتاح برزت بشكل سريع في الدول الغربية مخاوف من أن عودة الصين للانفتاح سيؤدي إلى ضغط على سلاسل التوريد في العالم على الأمن الغذائي مع أن الصين ستعود للاستهلاك بشكل كبير وهذا الاستهلاك سيؤدي لزيادة الطلب على محاصيل معينة من دول الأمريكا اللاتينية مثل فول الصوية أو من القمح وغير ذلك لكن هناك هذا التداخل ما بين نمط الاستهلاك ومعدلات زيادة سكانية وإضا قدرة الصين على توفير الفائض المالي الذي يؤمن لها القدرة على استيراد هذه الأشياء في الدول الغربية نتيجة نظام الاقتصاد الذي يتشكل بعد الحرب العالمية الثانية تستطيع هذه الدول بوسط أن تطبع الأموال العملية كما نقول تطبع الأموال وتستورد ما تشاء الولايات المتحدة على سبيل المثال خلال أزمة وباء فيروس كورونا عمليا أضافت تريليونات الدولارات من الفضاء من الهوى واستخدمتها وضحتها في الاقتصاد العالمي وأنه أجحت بواسطها بالاستيراد بدون أن يؤثر ذلك على قيمة الدولار والذي في الحقيقة تصاعدت قيمته خلال عام 2022 الصين بالمقابل لا تستطيع القيام بهذا لذلك هي تواجه خيارة صعبة هي مضطرة لأن تحافظ على وطيرة معينة من الإنتاج لكي تستمر بالتصدير وتستمر بامتلاك فائض مال يسمح لها باستيراد ما تحتاجه من المواد الأولية للصناعة وأيضا من المحاصيل لإطعام مليار وأربعمائة مليون نسمة الصين طبعا من البلدان الوحيدة التي عانت في فترة من البلدان التي عانت في فترة بعد الحرب العالمية الثانية من حالتي مجاعة هذا لم يسجل في باقي الدول التي يقارب حجم الصين سكانيا أو اقتصاديا بالتالي أي قائد صيني بحاجة لأن يتخذ قرارات حول مستقبل اقتصاد الصين وفي ذاكرته تجربة الصين في العقود القليلة الماضية الآخر مجاعة كانت في الستين وفي السابين التي ليست منذ مئة عام أو أكثر كان ما يحصل في بعض الدول الأخرى في العالم لذلك الخيارات معقدة وستداخل أيضا مع علاقة الاقتصادية وتجارية مع الدول الغربي وأيضا علاقات مع محيط الصين نتذكر أن بعض الدول التي كانت في محيط الصين تركز على علاقات مستقرة مع الصين مثل الهند وإندونيسيا بدأت تتخذ مواقف أكثر تصلبا نجاز التعبير في مواجهة التحد الصيني الهند تقوم بسباق تسلح واضح مع الصين تزيد من انتشار العسكري للحدود مع البلدين في جبال هملايا إندونيسيا في مطلع العام 2020 حركت قواتها البحرية لمواجهة القوات البحرية الصينية كان ذلك يحصل للمرة الأولى تتحرك الهندونيسيا بهذا الشكل لكن طبعا إندونيسيا تراهن على أنها دولة صعد اقتصاديا وعسكريا وأيضا سكانين هي أعتقد رابع أكبر كتلة سكانية في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والصين كل هذه تغيرات تتداخل مستقبل علاقات تجارية بين الدول هل تستطيع الصين حفاظ على تدفق التجارة إليها ومنها هل تستطيع الحفاظ على تدفق المواد الأولية لأن الصين كما ذكرت تمتلك احتياطيا منخفضا من المواد الأولية بما يعني أنها غير قادرة على الإنعزال عن العالم لكنها في نفس الوقت تتبنى خطابا يمكن وصفه بالطموح والمتصلف في محيط خاصة فيما يتعلق بتايوان والدول الجنوب آسيا وشمال المحيط الهادئ حولها كل هذه العوامل المعقدة يجب أن ننتظر كيف استقرب القيادة الصينية لكن بالمجمل نحن أمام مسارين إما تغيير واضح في الخطاب السياسي الخارجي وفي تغيير سريع للنظام الاقتصادي في الداخل أولا الصين ستبدأ مرحلة من تباطئ النمو تراجع الزخم في الخارج وهذا يمكن أن تكون لها عكاسات نتذكر أن أحد الأسباب التي تقدم على أنها تفسر موقف روسيا من الحرب مع أوكراني هنا كانت القيادة الروسية ترى أنها تعاني من تراجع ديمغرافي وأنها في مرحلة إضمح لال ويجب أن تستبق هذا الإضمح لال أو هذا التراجع بتأمين محيطها الاستراتيجي وهذا ما يعتبر أحد الأسباب التي شجعت على استمرار بالحرب في أوكراني وعدم التراجع وعدم القبول بتسويات أشكرك الدكتور محمد صالح الفتيح باحث اقتصادي والسياسي كنت معنا من لندن على كل هذه التوضيحات ونتمنى أن نلقاك طبعا في مواضيع قادمة في فرص قادمة بحول الله شكرا جزيلا دكتور شكرا أعد بكم مشاهدنا إلى الاستوديو لاستكمال ما تبقى معنا من فقراتنا الصباحية المتنوعة ما بين ثقافة بيئة واقتصاد وكذلك فواصلة متنوعة نتمنى أن تروقكم وتفيدكم ابقوا معنا في المتابعة